بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اهلا بكم اصدقائي ومتابعين قناة فارس البرمجيات على يوتيوب حضرك اذا كنت شاهدنا الاول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصل لكل منشرتنا الجديدة شرحينا اليوم بخاص بهاتف شاومي شرحينا اليوم خاص بهاتف شاومي لو انت معاك هاتف شاومي يكمل معانا للنهاية اما لو انت من اصحاب الهاتف الاندرودي التانية طبعا الدرس النهاردة مش هيخص سيابتك طبعا شرحنا قبل كده سلسلة كبيرة خاصة بهاتف شاومي على قناة فارس البرمجيات لدخلت على قوائم التشغيل هتلاقي طبعا كل ما يخص بهاتف شاومي دوت اسم قائمة التشغيل الخاصة بتاعة شاومي درس اليوم كتير مننا بيقع مع سماعات تلفون اندرويد شاومي وبيقع منه وبيتكسر ايه المشكلة في النواة يتكسر المشكلة لما بيتكسر من دمن العيوب اللي بعد ما بتغير الشاشة حضرتك لما بتضغط مرتين على الشاشة لإيقاظها ما بتنورش يعني بتضغط مرتين على الشاشة في خاصية في هاتف شاومي لما حضرتك بتضغط بصبعك مرتين متتاليتين على الشاشة الشاشة بتنور فبالتالي تقدر تشوف البصمة الوجه او تحط بصمة الاسبع هتلاقي الهاتف فتح معاك لكن طبعا الشاشة لما ببوز او بتكسر بتيجي تضغط على الشاشة مرتين ما بتنورش طيب في ميزة جميلة جدا جدا بديلة لو الشاشة بتاعت حضرتك اتكسرت وعايز تضغط مرتين وهي اسمها رفع الهاتف لإقاظه. طيب الميزة ديت كتير جدا من مستخدمي شاومي مش عارفينها. طيب الميزة دي ليها فوائد تانية طبعا ليها فوائد تانية كتير. حضرتك لو انت انفعل بصمة الوجه وبتيجي تمسك التليفون فبضطرت تضغط مرتين على الشاشة. لو الشاشة عند حضرتك سليمة. وبعد كده بيبدأ التاقط صورة الوجه علشان يفتح. فالعملية دي بتستخرج حوالي من عشرين لتلاتين سنية. طيب لو انا فعلت الخاصية ديت مجرد برفع الهاتف من على المكان الموضوع فيه بيبدأ ييفتح الشاشة بتاعت الهاتف بتنور وبالتالي يقدر يلقط بصمة الوجه على طول فعملية بتاعت فتح الهاتف ما بتستخرجش حوالي عشرة او خمسة الى عشر ثواني. طبعا هنخش على الموضوع دوت ونعرف الخاصية دي باززي. حضرتك لو انت لو دخلنا على حول الهاتف ودخلنا دخلنا على التحديس هتلاقي وجهة المستخدم عندي مية احداشر. طبعا مية احداشر دائما متحدث قبل كده كده كتعاشرة قبل كده كتب تسعة. فالدرس دوت هبقى شامل لكل مية. يعني لو حضرتك وجهة المستخدم تاعتك تسعة او عشر او حداشر او اتناشر هقول لك ازاي تجيب الاعدادات بتاعتي. حضرتك هتكتب هنا في البحس فوق هنا هوت. هتكتب كلمة رفع الهاتف لإيقاظه. رفع الهاتف. وتكتب تضغط على كلمة جيب لك اول اختيار اه رفع الهاتف لإيقاظه. طبعا لو انت بعنافتش توصل للاعدادات اللي احنا هنقولها. دوت الاختصار. لكن لو انت وجهة المستخدم مية احداشر حضرتك هتنزل تحت على حاجة اسمها العرض على الشاشة وشاشة الكفل. يا جماعة المقدمة اللي انا بقولها دي تلابدي منها. انا مش بتكلم كلامي عشان اطول فيديو زي ما النسبة بتقول او انت بتتكلم كتير. لا والله هنا بس اعايز اقول لك الخاصية ديت فوائدها ايه? هنضغط هنا هوت على الاختيار اللي احنا قلنا عليه. وانزل حاجة تحت اسمها رفع الجهاز لإيقاظه. زي ما انتم شايفين هي? رفع الجهاز لإيقاظه. هنبدأ نفعل الخاصية ديت ونضغط عليها. هتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. طبعا مجرد ببقى في الهاتف فحطه على اه المنددة او على الترابيز على اي حاجة. مجرد مرفعه اتلاقي الهاتف نور معي. بس طبعا انا لو قفلت الفيديو وجيت عشان اوريكم التجربة ديت. الهاتف طبعا الفيديو هيفسل. مش هنفع اسجله لكو دلوقتي. لكن حالك تقدر تجربها. هتفعل الخاصية بتاعت رفع الجهاز لإيقاظه. يبقى انت كده قضيت على المشكلة لو انت شايف بتاعتك تكسرت. يبقى انت مجرد ما تمسك الهاتف الهاتف هينور. طيب لو انت عاوز يبقى عندك الهاتف بتاعك بيفتح بسرعة هتفعل الخاصية ديت. ومجرد ما تمسك الهاتف طبعا ويلقوا ببصمة الوجه طبعا الهاتف هيفتح معك. طيب من دبن فوادي برضك الحاجة ديت لو انت عاوز تشوف الساعة كام والموبايل مغلق. مجرد ما بتمسك الموبايل طبعا بينور تقدر تعرف الساعة كام. ده وكان كل شيء في الدرس بتاع النهاردة. بس في حاجة مهمة دايما اقول لكم اخر الفيديو. ما تنسيش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى الابراهيم. وبارك على محمد وعلى اهل محمد كما بركت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بكل بساطة وكل سهولة. سأشتشرك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشرتان الجديدة. كان معكم اخوكم الفارس حسام. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.